أفريقيا معروفة بأربع منتجين رئيسيين للغاز حتى لا نتحدث عن النفط لأنه النفط هناك أنجولا أيضا منتج كبير لكن من ناحية الغاز هناك أربع بداء الأفريقية يمكن لأوروبا الاعتماد عليها هناك الجزاء التي أعربت في عدة مرات عن استعدادها لضمان طلبات أوروبية إضافية من الغاز شريطة أن تكون هذه الطلبات في قدرات الجزائر لكن في حدود تعويض الغاز الروسي هذا مستبعد جدا لأنه أنت مصطفى تحدثت منذ قليل عن أربعين في المئة من حاجات الغازية لأوروبية هذا من جانب جزائري البديل الثالث الثاني وهو مصر التي تعرف صناعة غازية فتية لكن عدم نضوج الاستثمارات الغازية لا يمكن أن تكون لديها حصة أكبر في هذا الجانب أيضا هناك نيجيريا وهو أكبر التي تحوز على أكبر احتياطي للغاز في إفريقيا هناك اعتبارات فنية وتقنية تمنع نيجيريا من الضخم زيد من المعروض الغازي بالإضافة إلى ليبيا البديل المحتمل والأقرب جغرافيا إلى أوروبا خاصة في الممر الجنوبي وهنا كل شيء مرهون بالاستقرار السياسي الموجود في ليبيا حتى تتيح للشركات النفطية والغازية العودة إلى ليبيا